الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد عن رويفع ابن ثابت قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه رواه أبو داود حديث رويفع ابن ثابت جاء بنبوءة صادقة وأخبار مستقبلية فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال له لعل الحياة تطول بك بعدي وقد طالت وكان معافية ابن أبي سفيان أمره على ترابلس عام ست واربعين من الهجرة وغزى إفريقية وكانت وفاته عام ستة وخمسين ببرقة وكان أميرا عليها والأمر الثاني هو الإخبار عن عادة عقد اللحية أي معالجتها حتى تنعقد وتتجعد لتبدو قصيرة أو تفتل على طريقة الأعاجم تكبرا واستحسانا حسب عادة الأعاجم وحسب عادة السيخ عندنا في الهند معرفون بأنهم يعقدون لحيتهم وأنهم يجعلون هناك شيئا يربطون به اللحية والذي يتقلد الوتر وتر القوس أو الحبل أو الخيط يفعل ذلك لمعنى خرافي وعقيدة شركية أو استعمال الأوتار للعوذ والتمائم والعقائد الخرافية عنها والأخذ بالتقاليد الجاهلية الذي يفعل ذلك يستعمل التمائم الشركية والتعاوذ الشركية أو يجعل الحبل في يده أو في عنقه أو هكذا يعني يأخذ العادات الشركية العادات الخرافية من الجاهلجين ومن مختلف الشعوب المشركة ونجد في عصرنا هذه العادات فمن الشباب وغيرهم من يحلق اللحية وكثير هم وهناك علماء يفتون بجواز حلق اللحية والأمر غريب كيف يخالفون سنن الأنبياء جميعهم وسنن الصحابة كلهم وسنن الفطرة ولكن المشكلة أن هناك مرضا وأن هناك انبهارا وأن هناك اتباعا للحضارة الغربية التعيسة فهم لأجل ذلك يفتون بمثل هذه الأشياء ويتعللون بالأمور التي ليست هي أمورا طبيعية ولا فطرية ولا حقيقية فمن الشباب من يحلق اللحية ومن الشيوخ كذلك ومن يقصرها ويعقد لحيته ويجعدها يعني حتى لا تسترسل الشعور يريد أن يجمده ويجعد هذه اللحية ومن العامة والرعاع والجهالة من يتقلد الأوتار التعويز والتمائم وكذلك ما يتعامل به الهندوس للعقائد الشركية الخرافية أو يجعلون الخيوط في عناقهم أو في أيديهم أو يضعون مثلا الخطوط الحمراء أو السوداء في أي مكان في الجسم لعقائد خرافية وأوهام يجعلون ذلك في الرقب أو اليد لأوهام وخرافات أو عزبها إليهم أولياء الشيطان أو الموسفسون والراقون وإن شاء الله سوف يأتي الحديث عن الرقع فأتكلم حوله هناك لا ندخل في هذا الموضوع الآن ولكن لأنه جاء ذكر هذا فأنا تكلمت بشيء حول هذا الموضوع فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم رويف عبن ثابت الأنصار المدني أن من يراه يعقد لحيته أو يتقلد الوتر أو يستنجي برجيع دابة أو عظم فليخبره بأن محمد صلى الله عليه وسلم منه بريء وتغليظ وتشنيع من النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمور ولا شك أن من يطلق لحيته ولكنه يقصرها ويجعدها هذا يقول له النبي عليه الصلاة والسلام أن محمد منه بريء وأما الذي يحلق لحيته ويتبع في ذلك سنن الكفار سنن المشركين ويترك سنن الأنبياء وسنن الفطرة وسنن جميع الصحابة وأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يقال له إن محمد منه بريء لا تعلل لا تتأول لا تأتي بهذا وذاك أنت تخالف سنة الفطرة وتخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهل هي فريضة أو واجبة أو سنة أو كذا دع هذه المباحث افعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام افعل كما فعل أصحابه افعل كما فعل الأنبياء جميعا والحديث رواه أبو دابود وسكت عنه لم يعلق المنذر عليه بشيء وأخرجه النسائي كذلك وهو حديث مؤيد مضمون بأحاديث أخرى لا سيما ما يتعلق بالاستنجاء فقد تعددت فيه الأحاديث الصحيحة والحسنة ونبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أكل فما تخلل استعمل الخلال فليلفظ ومن لاك بلسانه فليبتلع من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أتى الغائط فليستتر ومن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج رواه أبو داود وابن ماجة والدارمي وقد اجتمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه على أمور متعددة واستحباب الإيتار فيها ومعض آداب الطعام وآداب الخلاء ويكمالي أولا يستحب الإيتار في الاكتحال وهو استعمال الكحل في العين وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له مقحلة يكتحل بها كل ليلة هذه أيضا سنة أصبحت متروكة لا يهتم بها الناس عامة حتى الذين يهتمون بالسنة تركوا هذه السنة فكان النبي عليه الصلاة والسلام له مقحلة يكتحل بها كل ليلة ثلاثة في اليمنى وثلاثة في اليسرى والثاني يستحب الإيتار في الاستجمار يعني أي الاستنجا ويفضل ثلاثة أحجار وإذا زاد فخمسة والحجر الواحد بثلاثة أطراف إن كان يسع ذلك قد يقوب مقام ثلاثة أحجار والمقصود هو الإنقاع كما تقدم تفصيلا هذا الموضوع الأمر الثالث قد يكون التخلل باللسان بعد الأكل وهو اللوك باللسان أي تحريك ما علق باللسان خلال الأسنان فهذا يبتلع أو يلفظ أما ما تخلل بشيء خارج من العود أو الخيط مثلا فليلفظ هذا من النظافة ويفضل من الناحية الطبية حتى يحفظ الإنسان نفسه من كل جرثومة ووساخ رابعا الاستتار مطلوب لمن يأتي الغائط أو مكان البول فرغم بعد المكان الاحتياط أن يجلسا حيث يكون جدار أو في موضع واطئ منخفض لا ينظر إليه فإذا لم يجد فليجمع الكثيب أو التراب ليكون ستارا أو أن يكون هناك شيء مثلا إذا كان هناك مظلة أو مطرية فليض أمامه أو في المكان الذي يخشى منه النظر وهكذا أي ستار كان وهذا مستحب ولكن الاستتار واجب يعني لابد أن يستطر الإنسان للغائط والبول أن لا يكشف السطر ولا يكشف العورة أمام أي إنسان فإذا لا بد من الاستتار وبأي شيء يكون هذا الاستتار ولا شك أنه بعدما أصبحت المراحيض مبنية وسلا كانت داخل البيت أو خارج البيت وهي محاطة بحيث لا يمكن النظر إلى الذي يقضي الحاجة فلا بس إذا عند ذلك أن يستعمل هذا ولا يحتاج بعد ذلك إلى أي ستار آخر لأنه هو مستور ويصرح هذا الحديث أيضا أن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم فإذا احتاط وتأدب بآداب الشرع وتعوذ بالله منه فلا يستطيع بعد ذلك أي لعب أو تأثير يعني الشيطان يفقد تأثيره إذا استعان الإنسان بالله تبارك وتعالى ولذلك أمر المسلم بأنه إذا أراد أن يدخل الخلاء فليقول أعوذ بالله من الخبث والخبائس فإنه لكلمته هذه والاستعادته بالله تبارك وتعالى يحفظ من الشيطان الرجيم من ذكور الشيطان أو الشياطين وإناث الشياطين هكذا يحفظ نفسه وهكذا علم الله تبارك وتعالى المؤمن أن يحفظ نفسه بالاستعادة بالله عندما يقرأ القرآن فهو معمور أيضا بأنه قبل أن يبدأ بقراءة الآيات يقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يحفظ نفسه من تأثير الشيطان لأنه حالة قراءة القرآن الكريم أيضا يخش عليه أن يلتبس عليه أمر أو يلبس عليه أو يقع أي شيء من وساوس الشياطين فإذا إذا أراد أن يحفظ نفسه من الوساوس الشيطان ومن تأثير الشيطان فإذا عليه أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى وأن يستحضر قوة الله وقدرته وأنه هو الذي فإذا لجأ إلى الله عز وجل واستعاذ به من الشيطان عند ذلك يكون محفوظا محميا برحمة الله عز وجل وقدرته وفضله ورأفته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين